الصحيفة الثالثة من صحائف عقيدتنا السليمة عنوانها قيمة الدين إنها فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار صلوات الله وسلامه على أم أبيها الصديقة الكبرى قيمة الدين قائم الدين هو إمام زماننا الحجة بن الحسن هو أصل الأصول مر الحديث المجمل بخصوص هذا العنوان في الصحيفة الثانية وهذه الصحيفة سيكون الحديث أيضا فيها مجملا لأن الوقت ليس كافيا كي أدخل في التفاصيل ولذا فإنني أقول للذين يريدون معرفة تفاصيل الحديث عن إمامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فقيمومة فاطمة إمامتها فاطمة القيمة يعني فاطمة الإمام قيمومة فاطمة إمامتها صلوات الله وسلامه عليها وإذا أردت أن أكون دقيقا في التعبير قيمومة فاطمة من شؤون إمامتها لكن الذي يتجلى لنا عمليا نحن أشياعها نحن المؤمنون بها الذي يتجلى لنا عمليا من إمامتها هو قيمومتها قيمومتها على الدين وعلى أهل الدين وإلا فإن إمامتها بالمعنى الأوسع للإمامة هي أعظم شأنا من كل ما أقوله وما يقال لكننا نبقى في حدود خارطة العقيدة السليمة وعناوينها كي نصل إلى خلاصة محددة واضحة يمكننا أن نتحدث عنها وأن نضعها بين أيديكم فأقول للذين يريدون أن يطلعوا على التفاصيل ليعودوا إلى برنامج دليل المسافر وهو من برامج الطويلة المفصلة المتوفرة على الشبكة العنكبوتية ليعودوا تحديداً إلى الحلقات من الحلقة 56 إلى الحلقة 60 هذه الحلقات من 56 إلى الحلقة 60 تكفلت بالحديث عن إمامة فاطمة في أجواء الكتاب الكريم وفي أجواء ثقافة العترة الطاهرة وأيضاً تجتمل هذه الحلقات على الموقف السلبي القبيح لمراجع الشيعة ولحوزة النجف من إمامة فاطمة حيث ينكرونها يستهجنونها يرفضونها رفضاً قاطعاً وبشكل واضح عودوا إلى هذه الحلقات كي تنتفعوا منها عدد ساعات هذه الحلقات من حلقة 56 إلى حلقة 60 من برنامج دليل المسافر 15 ساعة أو 56 دقيقة و42 ثانية ما هو بوقت طويل جداً 15 ساعة 56 دقيقة و42 ثانية ولتسهيل الأمر عليكم فإن قناة القمر ستعرض هذه الحلقات ابتداءاً من اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان الذي نحن فيه قطعاً بحسب أوقاتي البرامج سيبث في كل يوم في كل ليلة سيبث نصف حلقة فمن اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان إلى أن ينتهي شهر رمضان وربما بعده بيوم لا أدري بحسب طول تلك الحلقات ففي كل يوم في كل ليلة سيعرض على الشاشة نصف حلقة إذا أردتم الانتفاع من هذه الحلقات فتابعوها وسيعلن عن التوقيتات عن توقيتات بث هذه الحلقات وعن توقيتات إعادة بثها في كل يوم وفي كل ليلة حلقات مهمة جدا تكون بمثابة توضيح وبمثابة عرض أدلة وحجج ترتبط بهذا الموضوع لا أستطيع أن أتناولها في مثل هذه الحلقات المجزة المختصرة وإنما صارت المطالب موجزة مختصرة لكثرتها ولضيق الوقت ولأنني أريد أن أضع خلاصة لها بدايتها ولها نهايتها في خارطة واحدة فيما يرتبط بعقيدتنا السليمة بين أيديكم أعود إلى عنواني الصحيفة الثالثة قيمة الدين إنها فاطمة ومثل ما قلت لكم قبل قليل قيمومة فاطمة على الدين وعلى أهل الدين هو من جملة شؤون إمامتها ولذا سأحدثكم عن شيء مما جاء في آيات الكتاب الكريم وفي أحاديثهم صلوات الله عليهم فيما يرتبط بإمامتها و قيمومتها على الدين وأهل الدين ولكن بعد هذا الفاصل سأبدأ معكم من سورة الفاتحة أعتقد أن أهمية سورة الفاتحة معروفة لديكم فلست بحاجة كي أتحدث عن أهمية موقعي هذه السورة بالنسبة للكتاب الكريم وبالنسبة لعباداتنا وأدعيتنا وطقوسنا وحتى على المستوى المعرفي لأن فاتحة الكتاب تمثل مقدمة مركزة وخلاصة لمضمون القرآن بكل تفاصيله تم عرض تلك التفاصيل في خطوط إجمالية وفي عناوين إجمالية في داخل هذه السورة أعني سورة الفاتحة بشكل مركز وموجز ومختصر لا أريد الحديث هنا عن خصائصي سورة الفاتحة لكنني أشرت بشكل إجمالي إلى أهميتها وخصوصيتها على المستوى الديني الشرعي القرآني العقائدي المعرفي سورة الفاتحة بين يدي وهي السورة الأولى كما تعرفون في المصحف مركز هذه السورة مركزها الصراط المستقيم الصراط المستقيم في الكتاب الكريم عنوان خاص بأمير المؤمنين بنحو الحقيقة بحسب ثقافة العترة الطاهرة فإن الصراط المستقيم هو اسم علي الذي ينتشر في الكتاب الكريم من أوله إلى آخره ومن تفاريع دلالاته الصراط المستقيم ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه الصراط المستقيم بعبارة مجزة أصل الأصول إنه إمام زماننا وهذا هو مركز سورة الفاتحة إنني لا أتحدث عن مركز حسي وإنما أتحدث عن مركز معرفيا معنويا عقائدي فسورة تشتمل على هذا المضمون الذي نلهج به في صلواتنا يوميا وفي أوقات مختلفة وبنحو متكرر اهدنا الصراط المستقيم هذا هو جوهر سورة الفاتحة في أجواء معنى الصراط المستقيم أقرأ عليكم ما جاء في معاني الأخبار لشيخنا الصدوق وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة مية وخمسة وعشرين من الطبعة التي أشرت إليها باب معنى الصراط الرواية الأولى بسنده عن المفضل بن عمر قال سألت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه المفضل يسأل الإمام الصادق قال سألت أبا عبد الله عن الصراط فقال هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل وهما صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة وأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم إنه أصل الأصول أصل النجاة في الدنيا وأصل النجاة في الآخرة أعيد عليكم قراءة الرواية واضحة لا تحتاج إلى شرح كثير خصوصا وأنا لا أملك وقتا كافيا المفضل بن عمر يقول سألت أبا عبد الله إنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه سألته عن الصراط فقال هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل وهما صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة وأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة ومن لم يعرفه من لم يعرف صراط الدنيا من لم يعرف الصراط المستقيم من لم يعرف أصل الأصول ومن لم يعرف في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم هذا الصراط في نفس السورة في سورة الفاتحة أهدنا الصراط المستقيم ويأتي هذا البيان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال فهذا فهذا الصراط بيّن لنا من خلال هذه العناوين هناك الذين أنعم الله عليهم صراط الذين أنعمت يا رب العالمين عليهم وهناك المغضوب عليهم وهناك الضالون المغضوب عليهم والضالون هم متنافرون مع هذا الصراط وإنما هذا الصراط صراط الذين أنعم الله عليهم إذا ذهبنا إلى سورة النساء وتحديدا إلى الآية الثامنة والستين بعد البسملة وما بعدها من الآيات ولهديناهم صراط مستقيمة الآية في سياق آيات متقدمة لا أريد الحديث عن كل التفاصيل المقام لا يسهع لذلك هذه هي الآية الثامنة والستون بعد البسملة من سورة النساء سأقرأها عليكم وأقرأ ما بعدها من الآيات ولهديناهم صراط مستقيمة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليمة الآيات واضحة هداية إلى صراط مستقيم وهؤلاء هم الذين أطاعوا الله وأطاعوا الرسول وهم الذين سيكونون مع من أنعم الله عليهم من هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم النبيون الصدقون الشهداء وصالح الشهداء الذين لهم مرتبة الشهادة على الخلائق وقد يكون هذا العنوان يطلق على الذين قتلوا في سبيل الله لكنهم سيدخلون في عنوان الصالحين إلا إذا كانوا قد حازوا على درجة الشهادة التي يشير إليها عنوان الشهداء الشهادة على الأمم وهناك الشهادة للأنبياء مثل ما مر علينا في شأن الحمزة وجعفر الطيار صلوات الله عليهما أعود إلى الآيات من سورة النساء وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالْرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا حين نعود إلى سورة الفاتحة حيث الحديث عن صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين أنعم الله عليهم النبيون الصدقون الشهداء الصالحون فاطمة سيدة كل أولئك فهذا الصراط صراط فاطمة هؤلاء شيعتها من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أنا لا أحدثكم لا بثقافة سقيفة بني ساعدة ولا بثقافة سقيفة بني طوسي في النجف لا شأن لي لا بهذه السقيفة ولا بهذه السقيفة لا بسقيفة بني ساعدة ولا بسقيفة بني طوسي في النجف أحدثكم بحديث العترة الطاهرة الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون هم من شيعة فاطمة هذا المعنى واضح في الروايات والأحاديث المقام مقام إيجاز إذا أردتم التفاصيل عودوا إلى برامج المفصلة عن مقامات وشؤون فاطمة صلوات الله عليها فهؤلاء أشياءها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذا صراط أشياء فاطمة فهؤلاء يميزون بأي شيء من أن فاطمة قد فطمتهم من أن فاطمة قد طهرتهم ما نحن نقرأ في الروايات والأحاديث ما من نبي نبئ وكان نبيا إلا بنبوة محمد وولاية علي والأئمة بنبوة محمد وولاية علي من أين أخذ التصديق التصديق من فاطمة فاطمة هي القيمة على الدين وأهل الدين وعينما نتحدث عن الدين لا نتحدث عن دين في مقطع زماني معين إن الدين عند الله الإسلام هو دين واحد منذ زمان أبينا آدم وإلى يوم القيامة ومثل ما محمد سيد المرسلين والأنبياء وعلي سيد الأوصياء والأئمة منذ زمان أبينا آدم وإلى يوم القيامة فاطمة هي القيمة على دين أولئك الأنبياء والرسل والأوصياء والأئمة وذلك دين القيم فالدين معنون ومرتبط ومضاف إليها صلوات الله وسلامه عليها هذا الحديث قد لا يعجب البعض هو حر وحر في عقيدته وأنا حر في عقيدتي هو يحاسب عن عقيدته وأنا أحاسب عن عقيدتي وأنتم أحرار في اختياراتكم احترموا عقولكم ولا تصدقوني في كل شيء وإنما دقق النظر فيما أقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مثلما قرأنا في زيارتها فإن تصديق الاعتقاد بمحمد وعلي لا بد أن يمر عبر بوابة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وهذا الأمر ليس خاصا بمقطع زماني معين حينما نقرأ في الأحاديث من أنها فطمت ذريتها وشيعتها فتحت عنوان شيعتها يدخل المرسلون والأنبياء تلك هي ثقافة العترة الطاهرة لأن المرسلين والأنبياء من شيعة محمد وآل محمد ومر علينا في الكتاب الكريم من أن إبراهيم من شيعة نوح وما نوح إلا شيعي من شيعة علي من شيعة محمد من شيعة فاطمة الذي سيشهد له يوم القيامة حمزة وجعفر مر هذا الكلام علينا لا أريد أن أعيده مرة أخرى وأقف على تفاصيله اهدنا اهدنا الصراط المستقيم هذا الصراط إذا كان الحديث عن آثاره عن شؤونه إنها ولاية علي وإلا فإن الإطلاق الأصلي لهذا العنوان هو علي الصراط المستقيم علي ولكنه قد يطلق على شؤون علي على آثار علي ولاية علي صلوات الله وسلامه علي هذا الطريق وهذه الطريقة وصفت بالطريقة في القرآن إنها ولاية علي وصفت بالطريقة مثل ما جاء في الآية السادسة بعد العاشرة من سورة الجن إذا ما ذهبنا إلى سورة الجن وإلى الآية السادسة بعد العاشرة بعد البسملة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غذق وأن لو استقاموا على الطريقة في تفسير علي وآل علي الطريقة هنا ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه فهذه الطريقة هي التي تتحدث سورة الفاتحة عنها صراط الذين أنعمت عليهم هؤلاء الذين تم الإنعام عليهم تحدثت سورة النساء عنهم ومر الكلام لا أريد أن أقف طويلا عند هذه الجهة فهؤلاء أشياء فاطمة أما المغضوب عليهم والضالون فهؤلاء يميزون بالميزان الواضح الذي نصبه الله لنا فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها لا يقول قائل من أن في الأحاديث مثلا رضا الله من رضا الوالدين هذه قضية نسبية وما هي بقضية واضحة قطعية على طول الخط وفي كل الإحتمالات ومع كل والد ووالدتين هذه قضية نسبية لها ظروفها لها شرائطها لها أبعادها لها خصوصيتها أما بالنسبة لفاطمة لفاطمة فإن الكلام هنا كلام قطعي واضح يرضى الله لرضى فاطمة رضى فاطمة هو رضى الله بشكل قطعي حقيقي واضح مطلق وغضب فاطمة هو كذلك هو غضب الله بشكل تفصيلي قطعي واضح بين مطلق فاطمة هي الميزان الواضح الذي نصبه الله ونصبه رسول الله ونصبه أمير المؤمنين فاطمة هي التي يرضى الله لرضاها فاطمة هي التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها صراط الذين أنعمت عليهم هم أشياء فاطمة غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنهم الذين لا يعدون لا في أشياء فاطمة ولا في أشياء أشيائها لأن الأحاديث أخبرتنا من أن فاطمة في يوم القيامة تشفع في شيعتها وفي شيعة شيعتها فهذا الصراط صراط أشيائها أشيائها المرضيين مثلما مرت الآيات في سورة النساء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هذه العناوين هي العناوين الأرقى في ديوان أشياء فاطمة أما المغضوب عليهم والضالون فهم في دائرة الغضب الفاطمي لا هم من شيعتها الذين فطمتهم عن النار ولا من شيعة شيعتها الذين سينالون النجاة بسبب حبهم لشيعة فاطمة الروايات هي التي فصلت لنا في ذلك وأخبرتنا بهذه الحقائق نذهب إلى فاصل أعتقد أن المضامين صارت واضحة وإن كنت قد بينتها بنحو إجمالي اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم هو اسم لعلي بنحو حقيقي ولكنه قد يستعمل في شؤون علي الصراط المستقيم ولاية علي الصراط الذين أنعمت عليهم هم أشياع فاطمة غير المغضوب عليهم هم الذين يكونون في دائرة الغضب الفاطمي هذه الأحوال وهذه الشؤون ألا تخبرنا عن أن فاطمة هي هي إمام من الأئمة وهي أصل أصول في ديننا وهي القيمة على الدين فكل هذه الشؤون تتحدث بشكل واضح عن هذه الحقيقة حين تكون فاطمة ميزانا واضحا صريحا للتمييز بين الذين يرضى عنهم الله وبين الذين يغضب الله عليهم حينما يكون الصراط الذي هو مركز ومحور سورة الفاتحة وهذا يعني أنه مركز ومحور القرآن بكله حين يكون هذا صراط صراطا لأشياع فاطمة وحين يتميز الآخرون من أنهم في دائرة الغضب الفاطمي وهكذا يتميز العباد وفقا لهذا الميزان الفاطمي لا يعني ذلك إمامة فاطمة قيمة فاطمة على الدين وأهل الدين ماذا تقولون أنتم هذه آثار واضحة الكلام ليس منحصرا بهذا إنها بداية الكلام إنها بداية الحديث إنها فاتحة للقول عن إمامتها وعن قيمومتها على الدين وأهل الدين صلوات الله وسلامه عليها الذي نخلص إليه من سورة الفاتحة من أن جوهر سورة الفاتحة بالنسبة لنا بالنسبة للعباد جوهر هذه السورة الاستقامة على الصراط المستقيم هذا هو جوهر سورة الفاتحة هل تخالفونني أم أن كلامي واضح وواضح جدا لا أعتقد أنكم تخالفونني من أن جوهر سورة الفاتحة الاستقامة على الصراط المستقيم ولذا فإننا نلح في هذا الطلب في صلواتنا يوميا وسورة الفاتحة من أكثر السور التي يتلوها المسلمون في مختلف المناسبات في كل الصلوات وفي كل الطقوس العبادية سورة الفاتحة حاضرة بوضوح إلى الحد الذي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب والحديث عن الصلوات المفروضة الواجبة اليومية وحتى عن الصلوات المندوبة المسنونة أهمية سورة الفاتحة واضحة لديكم لا حاجة لي أن أطول في الكلام بهذا الخصوص فجوهر سورة الفاتحة الاستقامة على الصراط المستقيم وذلك هو أيضا جوهر القرآن من أوله إلى آخره فالقرآن كتاب لبناء الإنسان وغاية ما يصل إليه هذا البناء الاستقامة على الصراط المستقيم فهذا هو جوهر القرآن وهذا هو جوهر سورة الفاتحة التي هي خلاصة مركزة ومركزة جدا للكتاب الكريم ولذا إذا دخلنا في تفاصيل هذا الكتاب فإن الأمر سيتجلى لنا واضحا وجليا بنحو أكثر أذهب بكم إلى سورة فصلت الآية الآية السادسة بعد البسملة من سورة فصلت وما جاء بعدها قل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين وتستمر الآية بعدها وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ثم تأتي آية أخرى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه فاستقيموا إليه فاستجيبوا لما يريد وكيف تكون تلك الاستجابة إنها الاستقامة على الصراط المستقيم أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين من هم المشركون الذين لا يستقيمون ولا يتصفون بالاستقامة على الصراط الذي نصبه الله لنا أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين هؤلاء ما هم الذين يعبدون الأصنام هؤلاء هم مسلمون قد يكونون من مسلمي السقيفة وقد يكون من مسلمي الشيعة المقصرين وويل للمشركين بأي دليل بدليل الآية التي بعد هذه الآية من هم هؤلاء المشركون الذين لا يؤتون الزكاة فهل أن المشركين الذين يعبدون الأصنام قد كلفهم الله بالزكاة الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ثم يأتي الحديث عن الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهذا الوصف على طول الكتاب الكريم الذين آمنوا آمنوا بآياتنا آمنوا بعلي وآل علي وعملوا الصالحات الصالحات ما يترتب ما يترتب على إيمانهم بعلي وآل علي مما يأمر به علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تلك هي الصالحات فذلك أمر يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن مجموعة من البشر إلى مجموعة أخرى من البشر وهكذا فالصالحات تخضع لقائمة الأولويات أي الصالحات أولى لما يريده إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون نذهب إلى فاصل الكتاب الذي بين يدي هو تفسير القم رضوان الله تعالى عليه وهو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية نقول له تفسير القم في الحقيقة هي أحاديث أئمتنا صلوات الله عليهم أحاديث الباقر والصادق والكاظم والرضا أحاديث الأئمة المعصومين هذه طبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة ستمية وأربعة في باب سورة فصلت وعند الآيات التي كنت أحدثكم عنها قبل قليل فاستقيموا إليه أي أجيبوه ما حدثتكم عن الاستجابة إنني أخذته من هذه الأحاديث من الروايات الشريفة فاستقيموا إليه أي أجيبوه ثم تأتي رواية عن أبان ابن تغلب قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه يا أبان أترى أن الله عز وجل طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به حيث يقول وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون الآيات التي مرت علينا قلت له كيف ذلك جعلت في ذاك فسره لي فقال ويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأول والمراد من الإمام الأول هنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأول وهم بالأئمة الآخرين كافرون يا أبان إنما دع الله العبادة إلى الإيمان به فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفراءط فهذه الزكاة ما هي بمفروضة على المشركين وهؤلاء المشركون هم الذين أشركوا بأئمتهم وهذا الكلام ينطبق على كل شيعة في زمانها وعلى كل أمة في زمانها أعيد قراءة الرواية عليكم أبان ابن تغلب يقول قال لي أبو عبد الله يا أبان أترى أن الله عز وجل طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به حيث يقول وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون قلت له كيف ذلك جعلت في ذاك فسره لي فقال ويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأول وهم بالأئمة الآخرين كافرون بالأئمة الآخرين أو الآخرين المعنى واحد وهم بالأئمة الآخرين أو بالأئمة الآخرين كافرون يا أبان إنما دع الله العبادة إلى الإيمان به فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفراء فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفراء المشركون الذين أشركوا بالإمام الأول وهو أمير المؤمنين وهم بالأئمة الآخرين أو الآخرون والآخرون هو الأولى باعتبار أن الحديث كان عن الإمام الأول ولكن يمكن أن تكون وهم بالأئمة الآخرين الأئمة الآخرون من آل محمد من غير الإمام الأول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنما إلهكم إله واحد فاستقيم إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون سأذهب بكم من السورة نفسها إلى الآية الثلاثين من هذه السورة من سورة فصلت والآية الثلاثون من سورة فصلت واضحة جدا في المقام الذي نحن فيه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتذكرون ما مر علينا في سورة سورة طه في الآية الثانية والثمانين بعد البسملة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا إلى ولايتك يا علي كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا المضامين هي هي الألفاظ تتبدل الفحاوى والمعاني واحدة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا إن الذين قالوا ربنا الله هو هذا الكلام نفسه في آية سورة طه ثم اهتدا إلى ولاية علي في آية سورة فصلت ثم استقاموا استقاموا على أي شيء ماذا تقول الروايات والأحاديث أقرأ عليكم ما جاء ما جاء في تفسير القموي صفحة ستمية وثمانية ثم ذكر المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين فقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقاموا على أي شيء قال على ولاية أمير المؤمنين فالذين فالذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هم شيعة علي وآل علي استقاموا على ولاية علي نعود نعود إلى الآية كي نقرأها وما بعدها إن إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا إلى آخر ما جاء في هذه الآيات الكريمة نعود إلى ما جاء عن أئمتنا بحسب ما جاء في تفسير القم ثم ذكر المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين فقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على ولاية أمير المؤمنين قوله تتنزل عليهم الملائكة قال عند الموت ماذا يقولون لهم؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا قال كنا نحرسكم من الشياطين وفي الآخرة أي عند الموت ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون يعني في الجنة الآية واضحة وهذه الروايات والأحاديث وضحتها أكثر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقاموا على ولاية علي هذا الكلام إجمالي إذا ما ذهبنا إلى الجزء الأول من الكاف الشريف وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 247 الحديث الثاني من الباب الذي عنوانه أن الطريقة التي حث على الاستقامة عليها ولاية علي عليه السلام أن الطريقة التي حث على الاستقامة عليها ولاية علي عليه السلام الحديث الثاني صفحة 247 بسنده عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله إنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه محمد بن مسلم يقول سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فقال أبو عبد الله استقاموا على الأئمة واحدا بعد واحد استقاموا على الأئمة واحدا بعد واحد ماذا تقولون أنتم فاطمة داخلة في هذا المضمون أو لا أم أن الآية هكذا يكون معناها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقاموا على الأئمة الاثني عشر من دون محمد وفاطمة يكون هذا الكلام سليما أم أنهم استقاموا على محمد والأئمة الاثني عشر من دون فاطمة يكون هذا الكلام سليما ماذا تقولون أنتم أم أن الاستقامة تكون على محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم أنتم ماذا تقولون أي احتمال من هذه الاحتمالات ينسجم مع مذاق ثقافة العترة الطاهرة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الأئمة الاثني عشر فقط أم أم على محمد والأئمة الاثني عشر أم على محمد وعلي وفاطمة وعلى الأئمة من ولد علي وفاطمة من المجتبى إلى القائم الاحتمال الاحتمال هو الاحتمال الأصوب وكلام الإمام الصادق بشكل واضح يشير إلى إمامة فاطمة فقال أبو عبد الله استقاموا على الأئمة واحدا بعد واحد تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون هناك تطبيق عملي واضح سأضعه بين أيديكم من سيد تفاسير آل علي إنه تفسير إمامنا الحسن العسكري الذي تحاربه حوزة النجف وينكره مراجع النجف ألا خاب سعيهم أناس حظهم عاثر لا توفيق لهم هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهذه الطبعة طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة صفحة 213 من حديث يبدأ في صفحة 212 رقم الحديث 117 الحديث طويل عن رسول الله صلى الله عليه وآله يحدثنا رسول الله عن الحال الذي سيواجهه المؤمن عند موته وماذا سيقول ملك الموت لذلك المؤمن من شيعة علي وآل علي أقرأ موطن الحاجة من الحديث في صفحة 213 والحديث كما قلت عن رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يقول من الذي يقول ملك الموت لذلك المؤمن الذي كان خائفا الموت مخيف ثم يقول ملك الموت لذلك المؤمن ثم يقول انظر فينظر فماذا يرى فيرى محمدا وعليا والطيبين من آلهما هذا العنوان والطيبين من آلهما فاطمة من الطيبين من آلهما أو لا ماذا تقولون أنتم ثم يقول ملك الموت لهذا المؤمن انظر فينظر فيرى فيرى محمدا وعليا والطيبين من آلهما في أعلى عليين فاطمة سيدة الطيبين من آل محمد وعلي تتفقون معي أو لا ثم يقول انظر فينظر فيرى محمدا وعليا والطيبين من آلهما في أعلى عليين فيقول له أو تراهم هؤلاء ساداتك وأئمتك فاطمة داخلة في هذا العنوان أو لا صدقوني إذا ما بحثتم في أحاديث أهل البيت من أولها إلى آخرها إنها تنطق بهذه الحقيقة تابعوا وعودوا إلى الحلقات التي أشرت إليها التي تحدثت فيها عن إمامة فاطمة من حلقة ستة وخمسين إلى حلقة ستين من برنامج دليل المسافر عودوا إليها ودققوا النظر إذا كنتم من أولئك الذين يقرؤون حديث أهل البيت دققوا النظر في رواياتهم وأحاديثهم قطعا هناك من الأحاديث ما هو واضح بخصوص الأئمة الاثني عشر لكننا في عقيدتنا السليمة نجد بشكل واضح من أن الإمامة لها سلاسل هناك سلسلة الأئمة الاثني عشر وهناك السلسلة الأم سلسلة الأئمة الأربعة عشر وهناك سلسلة الأئمة الثلاثة إنهم أئمة الأئمة محمد وعلي وفاطمة ولطالما يذكرون لوحدهم في الروايات والأحاديث ولطالما يتم الحديث عن هذه السلسلة في أصل نشأة الكون سلاسل الأمامة لها ظهورات في أصل نشأة الكون ولها ظهورات في شؤون الدين والعقيدة والتشريع فيقول له أو تراهم هؤلاء ساداتك وأئمتك هم هناك جلاسك وأناسك فهل أن فاطمة معزولة عن هذه المعاني هي سيدة الجنان هي سيدة الدنيا والآخرة هي سيدة ديننا وذلك دين القيمة هي صاحبة القيمومة على ديننا وعلينا إذا كنا من أهل الدين لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتها صلوات الله عليها هؤلاء ساداتك وأئمتك هم هناك جلاسك وأناسك فما ترضى بهم بدلا فما ترضى بهم بدلا مما تفارقها هنا ملك الموت يسأل هذا المؤمن فما ترضى بهم بدلا مما تفارقها هنا فيقول بلى وربي فذلك ما قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا فما أمامكم من الأهوال فقد كفيتموها ولا تحزنوا على ما تخلفونه من الذرار والعيال والأموال فهذا الذي شاهدتموه في الجنان بدلا منه وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون هذه منازلكم وهؤلاء ساداتكم وأناسكم وجلاسكم المعاني واضحة وتنساب انسيابا هادئا جميلا لطيفا لطيفا أعود إلى ما جاء في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقاموا على محمد وعلي وفاطمة وولد علي وفاطمة من المشتبى إلى القائم في ضوء هذه البيانات هل يستطيع أحد أن يخرج فاطمة من مقام الإمامة والقيمومة ولازلنا في بداية الموضوع هناك حشود وحشود وحشود من الآيات المفسرة بتفسير علي وآل علي لا أتحدث عن تفاسير نواصب السقيفة ولا أتحدث عن تفاسير نواصب الشيعة في النجاف أتحدث عن تفسير علي وآل علي هناك حشود وحشود من الآيات المفسرة بتفسير علي وآل علي وهناك حشود من الروايات والنصوص ومن الأدعية والزيارات كلها تتحدث عن إمامة فاطمة وعن قيمومة فاطمة والآية في سورة البين صريحة وذلك دين القيمة فهل تكون قيمة على الدين وما هي بإمام هل هذا منطق سليم تكون قيمة على الدين وأهل الدين وتكون حجة على إمام زماننا كما قال إمامنا الحسن العسكري نحن حجج الله على الخلق وفاطمة أمنا حجة علينا ومثل ما قال إمام زماننا فيما قرأت عليكم في توقيعاته الشريفة من أن فاطمة هي أسوة حسنة له صلوات الله عليها وعليه الحقائق واضحة وجلية جدا وهذا المضمون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ورد أيضا في سورة أخرى في سورة الأحقاف في سورة الأحقاف في الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون هؤلاء هم الذين فطمتهم فاطمة عن النار ففاطمة هي التي فطمت شيعتها عن النار والشيعي مثلما تقدم تعريفه العارف بإمام زمانه سليم العقيدة فطيم فاطمة يتيم القائم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تلاحظون استعمال ثم واضح ثم اهتدى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحان ثم اهتدى إلى ولايتك يا علي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا مثلما قرأت عليكم الرواية من الكاف الشريف استقاموا على الأئمة واحدا بعد واحد هل هل تستطيعون أن تخرجوا فاطمة من موضوع الاستقامة الذي هو جوهر سورة الفاتحة وبيّنت لكم قبل قليل من أن الصراط المستقيم الذي هو صراط لأشياء فاطمة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهو الصراط المنافر للمغضوب عليهم الذين هم في دائرة الغضب الفاطمي تلكم المعاني تنسجم مع هذه المعاني بشكل سلس وواضح وبين نذهب إلى فاصل وبغض النظر عن كل التفاصيل التي طرحتها بين أيديكم من بداية الحلقة وإلى هذه الثانية أنتم افتحوا القرآن بأنفسكم واذهبوا إلى سورة الأحقاف وقرأوا الآية التي أشرت إليها قبل قليل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بحسب ما عندكم من معلومات ما عندكم من ثقافة شيعية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هذه الاستقامة ماذا تعني التي تؤدي إلى هذه العاقبة المحمودة فلا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي الآية التي بعدها أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون هذه العاقبة المحمودة لقوم ماذا قالوا قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقاموا على أي شيء استقاموا على محمد وآل محمد حينما أقول استقاموا على محمد وآل محمد فاطمة صلوات الله عليها داخلة في هذا العنوان أو لا هل يجرؤ أحد منكم أن يخرجها من هذا العنوان وحينما تكون الاستقامة على محمد وآل محمد أليست هي التي تحدثت عنها سورة الفاتحة الصراط المستقيم وصراط المستقيم هذا هو الصراط المعصوم ولذا نحاول الاقتراب منه دائما فهل نحن ضالون حينما نصلي وفي كل صلاة نكرر هذا الطلب أهدنا الصراط المستقيم لأن الصراط المستقيم هنا هو الامام المعصوم ونحن عاجزون عن معرفته نحن في حالة سعي مستمر دائما كي نعرفه وفاطمة هي التي فطمت العقول عن معرفتها هذا ما هو حديثي هذا حديث الأطهار الخصائص التي في محمد هي في علي وهي في فاطمة وهي في ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تلك هي الإمامة التي نتحدث عنها وتلك هي القيمومة التي هي من شؤون إمامتها الكبرى صلوات الله وسلامه عليها